السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنكمل الدرس إن شاء الله إذن الدرس الرابع في Azure Services ووصلنا إلى الدرس الثاني في Azure Storage يعني في الفايل إذن عملنا الدرس الأول في الفايل الدرس النظري الآن سنكمل مع التطبيقي ونذهب إلى البرتاة Azure وإذن تعلمنا كيف ننشئ Account Azure Storage Account بعدما كما قلنا الإعدادات الموجودة في Azure Stockage Account كمبرمجين فليس نحن المسؤولين عليها لكن عندما تضطر إلى ذلك فالدوكمنتيشن موجودة ما عليك إلا البحث بالتفصيل على كل خطوة عندما تريد إن شاء تعمل Create Account تجد سواء كان هنا الهلب لكل شيء أو يعني تذهب إلى يعني جوجل ويعطيك يعني الأشياء كلها كل واحدة ماذا ستعني كيف تستطيع التغيير فيها لكن انتبه في كل تغيير تقوم به ستتغير التكلفة يعني فانتبه جدا إلى ذلك أوكي بعدما إذن وصلنا إلى إنشاء يعطيك إمكانية Create في آخر مرحلة تصل إليها تضغط على زر Create فتحصل على تحصل Account عندما تنقر على هذا نرجع إذن تراه هنا في الداشبورد سترى هذا الـ Account إذن هنا Storage Account وهذا Resource Group لاحظ هذا من نوع Resource Group وهذا من نوع Storage Account هذا ما قمنا بإنشائه قلنا أن Resource Group سيحتوي على مجموعة من الأشياء من بينها Storage Account نضغط على Storage Account فنستطيع إدراج الكثير من البرامترات والإهدادات والأشياء التي نستطيع إضافتها من بين الأشياء المهمة أو الأساسية في Storage هي Container اللي هو Blob Container أو File Share أو Queue أو Table أوكي فهذه الأشياء الضرورية التي نحتاجها في Storage وإلا لا يسمى Storage يعني يسمى شيء آخر لأن الأشياء هنا هي لأنها علاقة ب Storage فنحن قلنا سنبدأ ب File نضغط على Files كما ترحبون أنشأت ماذا هو File Share هذا يسمى File Share إذن لو ضغطت هنا File Share وكتبت اسم سأسميه File Share وهنا أيضا دائما بعض الإعدادات عندما نغيرها ستتغير تكلفة أيضا فانتبه لذلك سنترك إعدادات يعني Optimized ونعمل Create أوكي إذن افتراضيا سيعطيك هذا الحجم لكن يعني Sanctera تستطيع التغيير فيه عن طريق Edit وتستطيع التغيير كما تحب إذن Max هو هذا الحجم هو Max أوكي نستطيع أيضا الحذف ونستطيع ونستطيع الدخول فيه لإضافة الملفات لأن كما شرحنا في الدرس قلنا الفايل شاري يحتوي على فولدر وملفات إذن نستطيع إضافة directory ونستطيع مباشرة إضافة files سنترك أولا هذا الفايل يعني عندما نضيف upload هنا نستطيع عملية سنلغي هذا سأريكم كيف نعمل Delete ونبحث عن ملف أنا أضمن عندي ملف S Test هذا الملف لو فتحناه نجد فيه هذا التكست إذن سأخذ هذا الملف إلى أزير فأعمل upload يدويا سنرى كيف نعمل ذلك برمجيا إن شاء الله لاحق وأعمل upload لاحظ أن الملف أصبح عندي success وهذا الملف كما تلاحظ أوكي أين تلاحظ دول نعم لو ضغطت هنا فيصبح عندي download هذا الملف الذي عملته download أوكي إذن أصبح عندي ملف في أزير يحتوي على مجموعة من data أريد الوصول إليه برمجيا فكيف أعمل ذلك سأذهب إلى Visual Studio وأنشئ تطبيق console كما تلاحظون هذا تطبيق console فارغ وليس به مجرد لتعامل مع Azure وهي Azure Storage Files Share إذن لكي نسعمل أو نبرمج أو وصول إلى الملفات File Share لابد أن يكون عندي Azure Storage File Share زفت هذا New Get إلى التطبيق الآن سنعمل أكواد تسمح لي بالوصول إلى File Share أول شيء للوصول إليه هو نعمل Connection String مثل قواعد بينات فلابد أن ننشئ متغير تحتوي على Connection String و هنا نذهب إلى Connect أيضا في Connect Show Script هذا Show Script لو نسخته ووضعته في PowerShell في جهازك فسأقوم بعمل Download للملف المحدد إذن يعطيك أيضا Script لعمل ذلك أين نجد Connection String أين نجد Connection String وجدتها وجدتها هنا في Access Key في Access Key ل Account Stressed تجد تجد Connection String تعمل Show وتنسخ هذه Connection String وتذهب بها هنا وتلسقها هنا أين نجد وكي إذن بعد ذلك سأقوم نشئ Object 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 من نوع الشاب client أعطيه Connection String وأعطيه الفايل شاب الذي أنشأناه أنا كنت منشئ منشئ من قبل File 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 Storage Storage هنا واسمه Logs وفي Logs هناك منلف اسمه App Log إذن Andy Logs والConnection String تحصلت الآن على File Share بعد ذلك لابد أن أذهب إلى الـ Directory يعني راسين وهو Source ثم بعد ذلك أذهب إلى الملف انطلاقا من هذه الـ Directory إذن File Get File هنا Get Directory وهنا Get File ومن هذا الفولدر ليس فولدر هو File Share اسمه Logs أنشأت الـ ROOT يعني من المخلوق نسميها ROOT أو نتركها ربما تكون عندي Directory فنكتب هنا اسم Directory Directory ربما نستطيع إضاف Directory هنا عن طريق Add Directory وبداخلها نجد ملفات من بين الملفات إذن عندي App Log الموجود في الرسين يعني بدون Director يعني مباشرة هنا بعدما وصلت إلى الفايل الآن أصبع عندي Object في الذاكرة يأخذ Streaming للفايل الآن استطيع عمل إنشاء أكواد C-Sharp تسمح لي بعملية download download فأقوم ب إشاء Object من نوع File Share Download share file download كلها تأتي من نفس الليبريري اللي هي Azure Storage File Share و Model أوكي بعد ذلك سأعمل يعني هذا الكود التالي لعملية download إذن سأونش Stream File إذن File Stream من الذي سيفتح أو سيكتب في C-Test Ablog ماذا سيكتب سيكتب download هذا الذي أنشأنا هنا انطلاقا من الفايل هذا Object عبارة عن Share File Download Anfo مثل File Anfo مع C-Sharp هناك أيضا Share File Download Anfo مع Azure سننشئ هذا Object بعد ذلك سأقول له Content Copy أنسخ كل محتوى هذا Stream أو هذا File Anfo إلى هذا Stream وبعد ذلك سيعمل download automatic ثم ثم نفسخ كل شي سنجرب code فقط نحذف الملف من المصار هكذا ننزع الملف ثم نعمل Execute وكما وكما تلاحظون تحصلنا على الملف لو نسخته أو فتحته أجد الضغطة الموجودة في الملف إذن تعلمنا اليوم كيف نعمل download لملف موجود مسبقا على Azure File Share ففي الدرس القادم إن شاء الله سنعمل العكس كيف ننشئ directory كيف ننشئ File Share كيف ننشئ برمجيا كيف ننسخ ملف يعني هنا عملنا download سنعمل upload إن شاء الله مثل ما عملنا في البداية يدويا عن طريق البرطاء Azure عندما ضغط على download الآن سنعمله في الدرس القادم إن شاء الله سنعمل ذلك برمجيا إذن نعيد الشرح قلنا يعني في Azure File قلنا في البداية يعني في البداية نبدأ ننشئ Azure Account الذي هو الذي يسمح لي بالوصول إلى هذه الحلول الممكنة من بينها Azure File تعلمنا ما هو Azure File قلنا إنه يستعمل في عدة أشياء يعني لاشتراك الملفات وأيضا الأنظمة فيسامل أيضا مع Unix لاحظ لو ذهبنا إلى ملف هنا هناك في مكان ما شهدت أننا نستطيع إدراج الملف في Unix وWindows وغيره يعني File Share أين وضعت upload هنا لاحظت في مكان ما المهم نستطيع المحمولية لهذه الملفات من نظام إلى آخر فنستطيع المشاركة هذه الملفات من نظام إلى آخر أوكي وبعد ذلك قلنا أن الـ Count نعطي اسم بعدما نجئ الـ Count هذا الـ Count نستطيع إدراج فيه مجموعة من File Share نستطيع إضافة فيه folder أو مباشرة الملفات مثل ما عملنا الآن أيضا الفولدر يحتوي على مجموعة من الملفات أوكي لننشئ folder ونجرب الطريقة الثانية مع الفولدر إذن Add Directory DIG1 مثلا وفي الـ Directory هذه سأرفع ملف سيكون نفس الملف أوكي وأحذف هذا الملف إذن أصبح عندي D1 هنا نذهب إلى Source Code ونقل D1 أوكي ثم نصل إلى الفايل بنفس الإسم ثم نصل إلى هذا سنحذف ونجرب الكود سمن أن لا يكون هناك slash أو كذا كي نجحت فكرة وتحصل على الملف إذن هكذا أيضا استعملنا مع الـ Directory وسترجعنا الملفات التي نستطيع تخزينها على مصوى Cloud Azure الآن إن شاء الله في الدرس القادم سنعمل كيف نعمل upload يعني عملية العكسية لdownload السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر